خالي في البداية أسألك يا إسلام شايف موتش النهاردة زي يعني توقعاتك منتخب منتخبنا الوطني الأولمبي تحت سنة 23 سنة أداءه يؤشر لإيه؟ شوفوا مباراة زي النهاردة بصوا بعض اللي حصل في المباراة الأولى أمام النيجر باين أنا نتخوف من أي حاجة يعني مباراة النيجر تخيل يا مصطفى أن المنتخب عمل جيم على مستوى علي جدا أضاع العديد من الفرص احنا في نفس الوقت احنا عندنا مشكلة تحديدا مع منتخب النيجر يعني على كل المستويات هي مش مشكلة قروية ولكن لو رجعنا الفترات اللي فاتت هتلاقي المنتخب بيعمل مباراة كبيرة جدا أمام منتخب النيجر ولكن لم يحلفوا الحظ تحديدا في تسجيل أي أهداف لو شفنا المواجهة الأولى أمام المنتخب النيجر حال منتخب عمل كل حاجة ممكن أنه يعملها في كرة القدم إلا أنه يسجل أهداف خمس أهداف محققة طبعا خمس أهداف محققة تخيالي أني خمس كور في العرضة الفريق كله عمل مباراة على أعلى مستوى يعني لو جيتي اتكلمت على اللاعب أو اتنين أو تلاتة هبقى بظلم الباقي الحياة المنتخب أد مباراة كبيرة ولكن هي الكرة في الأول وفي الآخر هي أهداف طبعا اتعادل أكيد ما كانش نتيجة ترضي طموح الجمهور المصري ولكن هو خلاص حصل الحمد لله تدارقنا الموقف في المباراة التانية وده اللي كان الأهم أمام منتخب كبير بحجم المنتخب المالي نستنى بقى النهاردة ونشوف المباراة اللي هي الحاسمة أمام المنتخب الجابون منتخب الجابون لم يحقق أي فوز في المجموعة خسر المباراتين الأولى والتانية خسر من المنتخب النيجر عنده النهاردة مباراة كبيرة أمام المنتخب المصري نتمنى أن نفوز النهاردة نفوز بها أداء نفوز نتيجة المهم أن نحن الحمد بإذن الله ما نخسرش النهاردة لأن مباراة النهاردة هتكون مباراة كبيرة جدا وهي مباراة الحاسمة بالنسبة لمنتخب المصري طيب يعني لو كلامنا عن تكتيك المنتخب المصري ومنتخب الجابون الفرص بتبقى أفضل لمين حقا قلت لي الوقتي أن المباراة مفيه الجابون خسر مباراة خسر مباراة هندك المنتخب المصري عمل إزاي قراءتك بشكل عام للمنتخبين في ظل الأرقام في ظل الإحصائيات في ظل الفرص اللي ضاعت في ظل كل القراءات اللي ربما يعني مكتوبة عن الفرقين بصة مصطفة لو جيد قرنت ما بين المنتخب المصري والمنتخب الجابوني يعني تسمح لي أقولك أن ما ينفعش أن نحن نقارن ما بين منتخب بحجم وقيمة المنتخب المصري ما احترامي لمنتخب الجابون وقيمة وقيمة اللاعبين اللي موجودين فيه ولكن تاريخ منتخب مصري تاريخ كبير جدا خاصة في السن ده يعني في الأعمار السنية دي لو رجعنا الفترات اللي فاتت كنت هتلاقي تحديدا المنتخب القلومبي ده بيحقق نتائج وبيحقق إنجازات كبيرة آخرها لو تفتكر ممكن تكون من فترة طويلة مع الكابتن شوقي غريب بعد كده بقينا نخش بطرات أفريقيا دايما بتلاقي المنتخب في المربع الزهبي دايما بيعمل نتائج كبيرة مع المنتخبات الكبيرة ولكن احنا بس عندنا مشكلة في مواجهة المنتخبات الأقل فنيا طبعا احنا احترامنا كله للمنتخبات كلها ولكن لو جيت قارنت المنتخب المصري بالمنتخب النيجر في أول مباراة قالت به وانت مغاما دينك كده هتقول المنتخب هيكسب مرتاح جدا ولكن حصل عكس العكس تماما شوفنا دلوقتي منتخب النيجر هو المنتخب الوحيد اللي بينفس معك في المجموع منتخب النيجر عنده ربع بنت وهو المنتخب الوحيد اللي بيهددك انك انت لقدر الله لو ما وصلتش عنده مباراة مهمة زي ما قلت لك النهاردة مع منتخب مالي نتمنى نتمنى ان منتخب النيجر ومالي انا لو سألتني على المستوى الشخصي اقولك ان المباراة اي فريق يكسب انا اتمنى ما يبقاش فيه تعادل ما بين المنتخبين لان اي تعادل ما بين المنتخبين انت مضطر انك انت تكسب النهاردة مصطفى ما عندكش حل الا كده ولكن هرجع للموضوع اللي انت اتكلمت فيه ما بين منتخب مصر وما بين الجابون لا فوارق كبيرة جدا منتخب الجابون زي ما قلت لك مفس في اي مباراة خسر في المواجهتين منتخب مصر اتعادل اه مع منتخب النيجر ولكن تدارك الموقف مع منتخب اقوى وهو المنتخب المالي خلي بالك منتخب مالي في الاعمار السنية دي منتخب قوي جدا يمتلك عناصر مميزة مش في مالي بس لا مش داخل مالي بس اكترية العناصر اللي موجودة في منتخب مال هي عناصر محترفة لو جيت بصيت عندك انت في المنتخب المصري معظم اللاعبين اللي موجودين او كلهم تقريبا هم عناصر محلية ولكن كل اللاعبين اللي موجودين في منتخب مصر الاولمبيا هم لعبين بيلعبوا في الدور الممتاز لو بصيت على سكواد منتخب مصر لأ حدس ولا حرج عندك لعب بحجم وكيمة إبراهيم عادل لعب مميز جدا لعب رائع عندك حمزة علاء حارس الناجي الأهلي عندك مصطفى سعد ميسي لعب على مستوى عالي جدا فبص يعني عندك سكواد كوكا أنا بس عشان مش عايز انسى حد عندك سكواد الحقيقة يقدر ان انت يبقى عندك طموح ان انت تنافس كمان يعني انت مش تروح لقلومبيات بس لأ انك انت تنافس ولكن الخطوة دلوقتي ان احنا ان شاء الله نكسب منتخب الجابون النهاردة نكسب اداء ونتيجة لان الاداء والنتيجة هيطمن اكيد الشعب المصري بعد النتيجة المزبزبة اللي احنا شفناها في المباراة الاولى وهي دي بقى النقطاني في هنا علامة استفهام وانحنا بنتكلم ميكالي بالمناسبة هو مزيد فني قوي صحيح جدا مش بسيط هتكلمك على ميكالي تحديدا لاني ممكن هقولك صحيح وبتفس الوقت السكواد اللي تكلمت عليه برضو احنا عندنا لعيبة قوية جدا ليه؟ احنا بصرنا على مباراة مالي ان كان مالي او نايدجر صحيح احنا كان عندنا اهدار فرص في المباراتين صحيح كان عندنا بنبقى مسكين وحاكمين المباراة جدا في الاول لكن في الاخر مجريات المباراة بتطلع برانا مفيش زي ما بيقولي او مفيش بين اللعيبة اصلا تواصل بعيدا بقى عن الجابون ان كان منتخب الجابون منتخب قوي او لا احنا زي ما كنت بتتكلم مالي منتخب قوي ونايدجر اقل منه شوية لكن احنا بنبص على اداء المنتخب بتاعنا احنا بصي الحقيقة انا عايز اقولك ان مكالي شخصية قوية جدا شخصية كيادية داخل المستطيل الاخدر وفي غرفة الملابس قوية جدا ولكن انا مش عايز انام على الراجل على الاطلاق الفترة قبل البطولة او فترة الاستعداد تحديدا ما كانتش احسن حال فترة التجمع كمان ما بين اللاعبين هو الراجل ما اقدرش ان هو او اتحاد القرأ المصري ما اقدرش ان هو يوفره وقت يا مصطفى كبير ان هو يبقى في انسجام ما بين هؤلاء اللاعبين انسجام قوي يا جمانا اللي انش بتتكلم عليه وده بيكون مهم جدا خاصة في التجمعات او في البطولات اللي هي بتكون مجمعة يعني زي بطولة افريقيا احنا دايما كنا بنقول ان منتخب مصر بيعمل حالة في قررة افريقيا خاصة في البطولات المجمعة زي بطولة أفريقيا دايما كان أي حد بيواجه المنتخب المصري كان بيعاني أمام المنتخب المصري بسبب الانسجام اللي بيحصل ما بين اللاعبين فعشان كده أنا ما بلومش خالص على مكالي ممكن ألوم على الاتحاد المصري الكرة القدم ما وفرش للراجل كل حاجة تقريبا قبل البطولة حتى لو كان فيه مباريات ودية ما كانتش برضو المباريات اللي هي على نفس المستوى وبلوم أكتر الاتحاد المصري الكرة القدم وبلوم الجهاز الفني إن هو وافئ على مبارات غانا لأن غانا أنت ممكن أنك تواجه المنتخب ده في الدور المقبل لأنك عندك المنتخب المغربي والمنتخب الغاني والمنتخب الغيني فأنت أريد أنك تقابل أي منتخب في التلاتة دول النحاء التانية وانت بتصف معهم عشان تروح للأولمبيات فأعتاقد أن فيه علامات استفهام بالجملة على الاتحاد المصري الكرة القدم وكل مرة وكل ما بطلع أتكلم على الاتحاد المصري أتمنى أن أي مسؤول داخل الاتحاد المصري ولكرة القدم بيعمل من أجل الصالح العام وليس من أجل الكرسي اللي هو قاعد عليه لأن مصلحة مصر فوق الجامعة طبعا خليني أبتاق النقطة تانية لوحك مصر الزاوية أعلى وزاوية أكبر فرص مصر في هذه البطولة الأولمبية الإفريقية عشان تتأهل تبقى من ضمن الثلاث فرق اللي تلعب فيه بعد كده في باريس إيه؟ من أبرز المنافسين من أبرز الفرق إحنا فرصتنا عاملة إزاي؟ ميكالي قال هو مدير فني يقدر يصعد إلى مصر في هذه الأدوار الثلاثة أو هذه المراكز الثلاثة طبعا فرصتنا كبيرة جدا أصلا أنت بص لما تيجي تقول منتخب مصر وسط 8 منتخبات تقريبا أو وسط المغرب أو وسط غانا أو غيني أو الجابون أو النيجر من الصعب جدا أنك أنت تستبعد منتخب بحجم وكيمة مصر هي كورة في الأول وفي الآخر ولكن أنك أنت تتخيل أن منتخب مصر ما يصلش ضمن الأربعة لأن هما ثلاث مقاعد بيصلوا مباشرة والمركز الرابع بيلعب ملحق مع منتخب من أسيا فلك أنت تخيل أن أربعة منتخبات من أصل 8 منتخبات لك أن تتخيل أو أنت ممكن تكون متخيل يا مصطفى أو أي حد بيتابعنا في صباح الخير يا مصر ممكن يكون متخيل أن منتخب مصر ما يكونش من ضمن الثلاثة أو الأربعة اللي هيروحوا إلى الأولمبياد أعتاكي لا يمكن لا يمكن أنا مش متخيلها ولقدر الله لقدر الله لو ده لو ده حصل لا لازم نعمل وقفة كبيرة جدا 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 في الكورة المصرية نتمنى أن ده ما يحصلش وأكيد أننا نتمنى أن النهاردة المنتخب يفوز أولا على الجابول لأن فوز المنتخب النهاردة مش هتستني أنت خلاص أي نتائج مش هتستني مبارات مالي أو النيجر أو أي نتيجة تحصل لأن خلاص أنت فوزك النهاردة خلاص أنت وضعت قدما وخلي بالك أنت سعدت أول المجموعة مش سعدت كمان وصيف طيب السيناريو المثالي لمنتخبنا الوطني أولمبي في حالة أنه سعد بإذن الله وتفتكر إيه التشكيل المثالي كمان نهاردة المرة بصي هو التشكيل هو التشكيل متوقع هو التشكيل مش هيخرج برة المجموعة اللي كانت بتشارك المباراتين اللي فاتت يعني حمز علاء حسام عبد مجيد حسام عبد يصل الحقيقة أنت عندك سكوات زي ما قلت لك سكوات مميز جدا يعني لو جيت بصيتي من مركز حراسة المرمى الخط الوسط للهجوم فهتلاقي في كل مركز هتلاقي مصفة في كل مركز الحقيقة عناصر مميزة لو جيت بصيتي على وسط الملعب هتلاقي موجود لعب كوكا كوكا طبعا لعب الناجي الأهلي لعب خط خبرات مع الناجي الأهلي إيدن إنه هو يستفيد في بعض حتى المبارات حتى لو كان بيشارك احتياطي لو جيت بصيتي على خط الهجوم كمان هتلاقي لعيبة على مستوى علي جدا هتلاقي مصطفى ميسي هتلاقي يعني لا فيه عناصر مميزة جدا يعني في تشكيل المنتخب المصري عندك عناصر مميزة فأعتقد إنه مش هيخرج بره المباراتين اللي هو شارك فيهم لأن الحتة اللي انت تكلمش فيها كمان ويع حتة الانسجام الانسجام مهم جدا في البطولة دي ماينفعش إنه أنا ألعب مباراتين بتشكيل واجه في المبارات تالتة اللي هي أساسا مبارات الحسم وقدر أغير في التشكيل فأعتقد لأ وعندي كمان محمد شحاتا اللعب ده أعتقد الفترة اللي جاء وفتكر يا مصطفى الاسم ده يكون ليه شأن كبير أو في الكورة المصرية يعني التشكيل زي ما شفناها هو التشكيل اللي احنا شفنا المباراتين اللي فاتلت طب السيناريو الأمثل بقى أو ايه المنتخب اللي حمفوضنا تجنبه لا هو المنتخب المصري ما بيتجنبش أي حد مع احترام لكل المنتخبات هي المنتخبات الأخرى اللي بتتمنى أنها تتجنب طب السيناريو الأسهل أتمنى أن احنا ما نلعبش المغرب أنا على المستوى الشخص أنا أجوزه حلوة طبعا طبعا بصي المغرب والبطولة بتتلعب في المغرب بصي أنا أضمن منتخب مصري جدا ولكن ما ضمنش ما يحدث بقى وراء الكواليس لأن بصي الكواليس بتبقى كتير قوي يا جومينا طبعا والضغوطات بتبقى كتير والعمل النفسي بيلعب دور مهم طبعا وانت عندك مشكلة تحديدا في مباريات اللي هي الدرب المغاربي دي حتى مع الفرق يعني الأهلي أو الزمالك لما بيلعب فرق من المغرب المنتخب أيضا لما بيلعب المغرب فانت عندك مشكلة في الهيطة دي إنما تخيل انت لو بتلعب غانة أو غانية أو المنتخبات اللي هي من الكرة الصمراء الموضوع بيكون مختلف تماما بيكون أهدى خالص فأنا أتمنى أن نتجنب المغرب ولكن في تكري أعتقد أعتقد يعني أننا المواجهة المجبلة اللي هي في الدور النصف النهاية هتكون مع المغرب إن شاء الله يعني بتمنى طبعا كل توفيق لمنتخبنا الوطني الأولمبي بشكرة جزيلا شكرا الناقض رياضي إسلام محمد نورتنا في صباح الخير أنا اللي بشكرك بشكرك مصطفى صباح الخير عليكم كل ساهم طيبين شكرا